فضيحة فادحة وجريمة موصوفة ذات تسلسل منهجي وتدوير كبير عنوان عريض وضعه رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية على صفقة مبنيي الاتصالات في ضوء تقرير ديواني المحاسبة نحن أمام جريمي متمادي مبنيي تاتش وكسابيان هذه المبنية اندفع عليها عشرات ملايين الدولارات دون أن يكون هناك أضنى ضمانة أنها ستكون مملوكة من الدولة والخطر ما زال قائما حتى الآن ديواني المحاسبة سيصدر قرار مؤقت كما اضبطت اتهام سيتم تبليغ الوزراء المعنيين بالتهم المسندة إليهم وهنا إلى انحق الدفاع ومن هلأ لخلال أسبوعين ثلاثة ماكسموم مفترض أن تكون الأحكام صدرت رئيسة هيئة القضايا كشفت للجنة أنه لم يتم إطلاعها على الإجراءات المتخذة تقرير ديواني المحاسبة وزع المسؤوليات على وزراء الاتصالات المتعاقبين ولم يوفر الوزير الحالي معتبرا أنه قام بواجبه على مستوى معين لكنه قد لا يشكل سندا قانونيا كاملا فيما قال القرم أن الدوائر العقارية لم تكن مفتوحة للتسجيل وهو ما شجبه النواب التغييريون الوزير أهمل إعطاء الأوامر بوضع إشارة عقد البيع للعقار في الباشورة مما يبقي الملكية العقار عرضة لضياع حكي زميلة عن 60 مليون دولار تقريبا هدر ممكن يوصل لـ 120 مليون إذا خسرنا الدعاوة المقامة على الدولة لأنه أصلا العقد غلاط الأصلا العقد مشحف بحق الدولة وإحنا شي باللجنة السابقة كنا نجيب المحامين تبع ميك وان وميك تو نسألهم كيف قبلته به الشيء بيقولوا لنا المحامين نحن مرضينه الوزير هو اللي عطى رأيه وأصر على توقيع العقد في المقابل قدم الوزير السابق نقول الصحناوي مرافعة دفاعية عن أدائه الوزاري طلب إدارة تاتش بالانتقال لمركز أكبر صارت عم تاخد شكل استغاثي بيقولوا لإدارة تاتش زين أنهم فتشوا على مبنى فيه المواصفات المناسبة بالحجم وبعدة معيير بس لقوا غير مبنى ما لقوا غير مبنى إلا مبنى واحد اللي هو مبنى الشيء ونجحت بتخفيض السعر من 38 مليون دولار لـ 28 مليون دولار وبتخفيض الدفع الأولى من 6 مليون دولار لـ 2.2 مليون دولار هذا كله بيدل أنه دفعت على المال العام بشراسة الصحناوي اعتبر أنه لو لم يقدم خلفه بوترس حرب على فسخ عقد الانتقال لأسباب أمنية وجغرافية لما كانت هدرة الأموال بأي حال طالبت اللجنة النيابية بإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية وملاحقة الموضوع في هيئة القضايا ترجمة نانسي قنقر